اشتركوا في القناة اجمعين إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين موضوعنا الأخلاق والآداب الإسلامية قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يعني الهدف من بعثة الرسول صلى الله عليه وآله الذي وصفه القرآن الكريم بأنه على خلق عظيم الهدف من بعثته إتمام مكارم الأخلاق وليس الأخلاق فحسب المكارم الأخلاق ومكارم الأخلاق هي التي تبني الإنسان وتصلح المجتمع وسعادة الإنسان في أن يعيش في مجتمع ملتزم بالأخلاق والآداب الإسلامية علما بأن الآداب والأخلاق الإسلامية هي ركن ركين في الشرع الإسلامي وفي الدين الحنيف والآيات الكريمة والروايات الشريفة تدل على أنه لولا الأخلاق والآداب لما يقبل الله تبارك وتعالى من الإنسان عباداته صيامه وصومه صيامه وصلاته وعباداته لا تقع مقبولة إذا هو لم يلتزم بالأخلاق والآداب الإسلامية وكم عندنا من روايات تقول بأن بعض الناس الملتزمين بالصلاة والصوم والعبادات ولكنهم كانوا يسيئون الأخلاق ولا يلتزمون بها وكان يؤذون من معهم من الأسرة أو من الجيران فالروايات تبشرهم بالنار وبجهنم والعياذ بالله مما يعني أن الأخلاق والآداب الإسلامية لها منزل عظمى عند الله تبارك وتعالى وبواسطة الأخلاق والآداب الإسلامية يقبل الله تعالى من الإنسان بقية أعماله وطاعاته وعباداته فالأخلاق هي الرقم الركين ومما لا يتسامح فيه الإسلام وإلى درجة أن الروايات تقول كما أن ولاية علي عليه السلام وأهل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي جواز على الصراط كذلك الأخلاق والآداب الإسلامية جواز على الصراط يعني كما أن الإنسان لا سمح الله إذا لم يعتقد بولاية أمير المؤمنين وأهل بيته لا يعطوه جواز على الصراط حتى يعبر على صراط جهنم ويشتاز جهنم ليدخل الجنة كذلك الذي لا يعطونه جواز لتأييد أخلاقه وآدابه الإسلامية كذلك هذا الإنسان لا يتمكن من أن يجوز ويعبر إلى الجنة ويشتاز جهنم فالأخلاق إذن مهمة جدا ورعايتها والتزامها في كل شيء ومع كل أحد هذا من ضروريات الإسلام ومن واجبات كل مسلم واخترنا لأجل هذا البحث اخترنا أدعية شهر رمضان المبارك فلكل يوم دعاء وهو منقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم برواية ابن عباس ابن عباس حبر الأمة وهو معتبر ومقبول رواية عند الفريقين عند الخاصة وعند العامة ابن عباس ينقل لنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله لكل يوم من أيام شهر رمضان دعاء خاصا وبثواب عظيم لكل يوم وبفقرات من الأدعية التي توحي إلى الإنسان وتلقن الإنسان أن يكون على خلق عظيم حتى يفوز بمثوبات شهر رمضان المبارك والأيام الأخرى ويحصل على قبول الطاعات والأعمال في بقية الشهور وليس فقط في شهر رمضان هذه الأدعية رواها عدة من المصادر الإسلامية المعتبرة مثلاً المصباح والبلد الأمين لشيخ الكفعمي يروي هذه الروايات السيدة بن طابوس في إقبال الأعمال يروي هذه الأدعية أدعية أيام شهر رمضان وذكرها أيضاً صاحب مفاتيح الجنان المحدث القمي في مفاتيح الجنان في أدعية أيام شهر رمضان وكذلك ذكرها المرجع الشيرازي الراحل رفع درجاته يذكرها في الدعاء والزيارة الدعاء اليوم الأول هو عبارة عن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين فهذه الفقرتين تؤديان مطلباً واحداً وهو الدعاء والطلب من الله بأن يجعل صيامنا مقبولاً وقيامنا في الليل مقبولاً أيضاً وهذا يوحي إلى الإنسان المسلم ويلقنه بأن يلتزم بالأخلاق والآذاب الإسلامية التي تسبب قبول صيامه وتسبب قبول قيامه في الليل الصيام عادة في النهار يكون والقيام يكون في الليل فالشاهد في هذه الفقرتين إنه يعلمنا ويلقننا أن نكون ملتزمين أولاً بالعلم بكيفية الصيام وكيفية القيام بالليل ثانياً بالمعرفة وموالاة من وأوجب الله تعالى علينا محبتهم وفرض علينا ولايتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام هذا الأمر الثاني والأمر الثالث التقوى التقوى هي التي تسبب بالإضافة إلى العلم وإلى قبول ولاية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين التقوى تسبب بالإضافة إلى تلك الأمرين ذلك الأمرين المهمين العلم والمعرفة ومعرفة الولاية وقبولها التقوى والتقوى هي عبارة عن أمور ثلاثة بحسب الأحاديث والروايات الشريفة أولاً الالتزام بأداء الواجبات قربة إلى الله وإخلاصاً فيها ثانياً ترك المحرمات ببرع وخوف من الله تبارك وتعالى وثالثاً الالتزام بالأخلاق والآداء الإسلامية في كل شيء ومع كل أحد هذه الأمور الثلاثة تحقق التقوى وهاتين الجملتين من دعاء اليوم الأول من شهر رمضان اللهم يجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين هذه تلقننا بأن نكون متقين نكون علماء في مسائل ديننا ونكون ممن قبل ولاية من فرض الله علينا طاعتهم النبي وأهل بيته الكرام هذه أمور أخلاقية التي تسبب قبول الصيام اجعل فيه اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين مو الصيام الذي في الرواية تقول بأنه رب صائم لا أجر له إلا المضمون لا أجر له إلا الجوع والعطش نعوذ بالله فإذن هذه الجملتين تلقننا بالتقوى والالتزام بالأخلاق والأداب الإسلامية وللحديث الصلاة إن شاء الله في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته